بالنسبة للمشكلة الأخرى الشائعة أيضا تعتبر طول النظر وعلى عكس ما يتبادر إلى الدين أن طول النظر هو زيادة في الكمية ومقارنة بقص النظر اللي هو نقص هو مجرد تعبير عن مكان تكون الصورة على الشبكية ففي طول النظر تكون الصورة في العالم خلف الشبكية مما يستلزم أيضا استخدام عدسات مريض طول النظر يشتكي في الغالب من زبلدة وبعض المراهقين أو الشباب يشتكي من صلاع أو مشاكل في الرؤية القريبة خاصة عند العمل المكتبي وما يستلزم تداء نظرات مناسبة وطول النظر قد يصاحبه في بعض الأعين مشاكل في العين بخاص طول النظر الذي يتكون بعد الفترة عن العمر وبعض الأمراض الورصية التي تولد العين بمشاكل في الطول المحوري للعين قد تصاحبها أيضا طول النظر وبالتالي مهم جدا علاج طول النظر في الوقت المناسب وبعض مشاكل الحاول عند الأطفال يمكن علاجها باستخدام نظرات طول النظر المناسبة في حالة اكتشاف ذلك في شكل مبكر مما يمنع تكون الكسر في العين وبالتالي مهم جدا فحص الأطفال في الوقت المناسب بالذات اللي يشتكوا من مشاكل في الحاول أو مشاكل في عدم الرؤية الواضحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة